موسيقى نشرة منتصف الليل مباشرة من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم مشاهدين والبداية بأبرز العنوين المسلمون حول العالم يحتفلون بعيد الفطر في ظل رفع القيود لمجابهة جائحة كورونا وعلى وقع أزمات اقتصادية سياسية وأمنية موسيقى بعد اجتماع طارئ وزراء الطاقة الأوروبيون يؤكدون رفض الدفع بالروبن مقابل الغاز الروسي ولفروف يؤكدوا استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا إلى ما بعد عيد النصر موسيقى عشية اليوم العالمي للصحافة تقييد غربي لحرية الإعلام بسبب لزمة الأوكرانية والعفوة الدولية تنتقد قمع الحرية في المغرب موسيقى مالي تعلن إلغاء الاتفاقية الدفاعية مع فرنسا وأوروبا بسبب خرقات الكثيرة للمجال الجوية موسيقى وعشرين دولة عربية وإسلامية إذانا بأول أيام عيد الفطر لعام 1443 هجرية وتوافد المسلمون في مختلف الدول بحشود كبيرة إلى المساجد والمسلقات والصحات العامة لأداء صلاة العيد في ظل رفع معظم التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا عاماني وصلاة عيد الفطر بقيود صحية مشددة أربعة أعياد لم تتحقق فيها مقاصد التجمع والتصافح وتبادل التهاني مخافة نقل العدوى بالفيروس الذي جعل الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة مغايرا لما كان عليها عيد الفطر لعام الفين واثنين وعشرين مختلف فقد أعاد أجواء ما قبل الجائحة رغم بعض القيود الخفيفة التي فرضتها دول بعينها كسلطنة عمان التي اشترطت الحصول على اللقاح لتأدية الصلاة صلاة أدىها المسلمون عبر العالم في الساحات وداخل المساجد في صورة تعود بهم لما قبل الفين وعشرين النهاردة احنا جايما خصوص بمناسبة رجوع الصلاة المساجد والتجمع يعني بجد فرحة غير عادية موضوع اننا كنا محرمين من المساجد ومحرمين من التجمع ده كان شيء صعب جدا مساجد المسلمين عبر المعمورة امتلأت بصفوف متراصة واداء للصلاة دون اجبار على ارتداء الكمامة لقد انحصر الوباء تدريجيا يمكننا الآن ان نرى المسلمين سعداء للغاية لأداء صلاة العيد في هذا المسجد هو فخر لأهل اتشي نأمل ان تكون روح عيد الفطر هذه علامة على نهاية الوباء قررت اربع عشرة دولة عربية بينها الجزائر التي لا تكاد تسجل اصابة او اثنتين بالوباء السماحة باداء صلاة عيد الفطر بالمساجد والساحات دون قيود صحية مرتبطة بفيروس كورونا فالاثر كان عميقا للجائحة على نفوس المسلمين الذين اقتصرت صلاتهم في البيوت سابقا راجين من الله ان تمتد فرحة العيد برفع الوباء هذا واحتفل مسلم والعالم بعيد الفطر المبارك هذا العام في ظروف تميزها ازمات اقتصادية وسياسية وامنية الله اكبر لم تختلف الصورة التي بدى عليها العالم الاسلامي في عيد الفطر المبارك عن مشهده في بقية الايام حتى وهم يولون وجوههم شطر قبلتهم الواحدة المسجد الحرام صار عيدهم اشبه بثلاث بدأ الاحد في كل من مالي والنيجر وافغانستان فيما توفدت حشود المصلين في احدى وعشرين دولة عربية على المساجد والمصليات والساحات العامة الاثنين لاداء صلاة العيد على غيران الجزائر وفلسطين وصحراء الغربية والسعودية بينما سيصليها مسلم والهندي وباكستان وبنغلاداش وإيران في اليوم الموالي والحال أن انقسام المسلمين في احتفالاتهم الدينية ليس إلا صورة مصغرة عما يعيشونه من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية فإذ ترزح فلسطين تحت نير الاحتلال الإسرائيلي يجابه المقديسيون والمرابطون في أولى القبلتين وثالث الحرمين بكل ما أوتوا مخططات التهويد الصهيونية الرامية للتقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك ضمن صراع دينيا تكتوي بنيرانه فلسطين بل والمنطقة برمتها في المغرب العربي يستمر الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية ويجابه الشعب الصحراوي آلة التقتيل من النظام المغربي الذي منفك على مضار أزيد من أربعة عقود يصدر للعالم إحدى أبشع صور الاحتلال من آخر مستعمرة إفريقية أوضاع إنسانية مأساوية أخرى تواجه اللاجئين المسلمين الفلسطينيين والصحراويين والسوريين واليمنيين والروهينجا وغيرهم داخل المخيمات وفي الشتات بسبب النزاعات والأزمات الأمنية في بلدانهم تماما مثل ما تفعل الأزمات السياسية والاقتصادية في العراق ولبنان وليبيا وتونس والمغرب والسودان وباكستان فعلتها بالمواطنين هناك أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس مسؤوليتها الكاملة عن عملية سلفيت البطولية التي نفذت الجمعة الماضية ولفتت الكتائب بيانا إلى أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من عمليات الرد على تدنيس المسجد الأقصى المبارك والعدوان عليه وعلى المصلين في صحاته لم يحسب العدو عواقبها بعد مشيرتان إلى أن هذه العملية لن تكون الأخيرة وستهدفت هذه العملية حارس مستوطنة أريئيل في الأراضي المحتلة العمر الذي أدى إلى مقتله وذلك بعد إطلاق مقاومين النار عليهم من مسافة صفر وانسحابهما من المكان أطلق الاحتلال الإسرائيلي مشروعا استطانيا جديدا يهدف لاستقدام مائة ألف يهودي أوكرانية بموجب ما أسمته خطة طوارئ مستغلة تفاقم الأزمة الأوكرانية يحدث هذا في وقت تشهد القدس وظيفة الغربية حملة تهجير واعتداءات صهيونية متكررة على الفلسطينيين بالإضافة للاعتقالات الإدارية الجائرة في مسعى من الاحتلال لتهويد الأراضي الفلسطينية ما أشبه اليوم بالأمس فعلى الأراضي الفلسطينية يبعث من جديد مشروع استقدام اليهود لفلسطين التاريخية فدولة الاحتلال تستمر في سعيها لتغيير الديمغرافيا بالأراضي المحتلة خدمة لمشاريعها التهويدية والاستطانية فبعد كل عمليات التهجير والإبعاد والمذايقات التي طالت الفلسطينيين طيلة العقود الخمسة الماضية ها هي تستغل ما يحدث بأوكرانيا لبعث مشروع استطاني تهدف من خلاله لاستقبال الأوكرانيين من الأصول اليهودية على حد زعمها وإسكانهم في مستوطنات جديدة على حساب الفلسطينيين وعيدة إياهم بحياة أفضل بموجب قانون العودة الذي يعطي اليهود حق العودة والاستقرار في إسرائيل ونيلي جنسيتها ورغم التكتم الإسرائيلي حول تفاصيل العملية تشير تقارير إعلامية إلى تمكن دولة الاحتلال خلال الأسبوع الثاني للحرب من تسجيل خمسة آلاف يهوديين أوكرانية وإتمام معاملاتهم الأولية من أجل استقدامهم للبلاد في مشروع يشمل مئة ألف من يهودي أوكرانيا من أصل مئتي ألف بزعم أنهم فارين من الحرب في أوكرانيا وظهرت بيانة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أنه منذ نكبة فلسطين عام 1948 حتى عام 2020 قدم نحو ثلاث ملايين فاصل أربعة مهاجر يهودي إلى البلاد نحو أربعة وأربعون منهم هاجروا إلى فلسطين منذ عام 1990 وفي العقد الأخير أظهرت بيانات الوكالة اليهودية أنه منذ عام 2010 حتى ديسمبر 2019 هاجر نحو مئتين وخمسة وخمسين ألف يهودي إلى إسرائيل من مئة وخمسين دولة تصدرتها روسيا وأوكرانيا وفرنسا والولايات المتحدة وإثيوبيا هذا وعمدت الحركة الصهيونية في القرن التاسع عشر ثم الحكومة الإسرائيلية المتعاقبة إلى توظيف الحروب والأزامات العالمية لتعزيز الاستطان اليهودي على حساب الشعب الفلسطيني واستقدام اليهود إلى فلسطين التاريخية على غرار ما حدث عقب تفكك الاتحاد السوفيتي واستقدام يهود الفلاش الإثيوبيين في سبعينيات القرن الماضي ويعتبر الانتداب البريطاني محطة فاصلة للحركة الاستطانية وهجرة اليهود إلى فلسطين عقب وعد بالفور عام 1917 قررت وزارة خارجية الاحتلال الصهيوني استدعاء السفير الروسي اختشاجا على تصريحات وزير الخارجي الروسي سيرجي لفروفا وقال لفروف إن حقيقة كون رئيس أوكرانيا فروديمير زيلنسكي يهوديا تعني غياب العناصر النازية في بلاده معتقدا أن لأودولف هتلر دم يهودي أيضا سيطرت القوات الروسية بشكل شبه كامل على مدينة مغيوبول جنوب شرق أوكرانيا في وقت تعمل على توزيع المساعدات الإنسانية على المواطنين وكذا تسهيل عملية إجلائهم إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية ويؤكد المتواجدون داخل المدينة أن ظروف العيش جد صعبة بسبب الأضرار التي ألحقتها المعارك أكدت المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون بعد اقتتام اجتماع وزراء طاقة الاتحاد الأوروبية رفض التكتل الأوروبية التزديد بالروبل مقابل الغاز الروسي معتبرة مطالب روسيا انتهاكا للعقود الموقعة وقالت أن كل من بولندا وبولغاريا تحصلين على إمدادات الغاز من ألمانيا بعد قطع الإمدادات الروسية وأشارت للعمل على تعزيز استقلالية الاتحاد الأوروبي في مسألة يطاقة مضيفة أن مستوى تخزين الغاز في أوروبا بلغ 32% إلى ذلك هددت المجر باستخدام حق النقض ضد أي اقتراح أوروبي يؤدي لتقييد واردات الطاقة من روسيا وأكد وزير مجلس الوصراء المجري جيرجيلي جولياس أن بلاده لن تدعم تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لتشمل مجر الطاقة واتفقت حكومة توربان مع روسيا على السمحة بتحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل في اختبار لسياسة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي عشقة اليوم العالمي للصحافة المصادف للثلاث ماي من كل سنة يواصل الغرب حربه الأعلامية وتكنولوجية على روسيا حيث سارع إلى الضغط على كوبر الشركات التكنولوجية لحجب مواقع وقنوات روسية ما اعتبره مراقبون منافيا لحرية الأعلام يبدو أن التشدق بحرية التعبير والرأي لدى الغرب بات مجرد كذبة إن صح التعبير أو زيفا حقيقيا بعدما أزحت الأزمة الأوكرانية لتامع عنها وهو الذي لطالما انتقد واقع حرية التعبير والرأي في الدول النامية والاستبدادية اليوم العالمي للصحافة يعود هذا العام بوجه جديد وجه شاحب وقد بدأ ذلك جليا منذ الأيام الأولى للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا حيث سارع الغرب إلى شن حرب إعلامية شرسة لدى روسيا بعدما حجب إعلامها فموقع يوتيوب مثلا بات بنظر فدرالية الرقابة في مجال الاتصالات وتقنيات المعلومات والاتصالات الجماعية بات يشكل أداة في حرب المعلومات ضد روسيا من خلال فرض رقابة متكررة على القنوات ووسائل الإعلام الروسية والشخصية العامة فضلا عن المشاريع التنويرية التي تستهدف الجمهور العام وتصلت الضوء على الحقائق في السياق كشفت صحيفة واشنطن بوست في مقال لها عن تعرض كبرى شركات التكنولوجيا لضغوطات متزايدة حول استخدام نفوذها على الهوادف والتطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة في العالم لاتخاذ إجراءة ضد روسيا فلطالما وضعت شركات التكنولوجيا نفسها كمنارات لحرية التعبير والرأي لكن الحرب في أوكرانيا اختبرت بحق هذه القيم بدءا من قاعات الكونجرس وصولا إلى تغريدات تويتر إذ أضحت هذه الشركات تواجه صخبا متزايدا من أجل اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه روسيا ويبدو أن الغرب الذي يستحوذ ويسيطر على كبرى الشركات التكنولوجية على غرار شركة جوجل التي سارعت لتلبية الطلب ليعلن المتحدث باسم الشركة أن منصة يوتيوب حجبت بأثر فوري القنوات التابعة لمحطتي أرتي وسبوتينيكا الروسيتين في جميع أنحاء أوروبا تقييد القنوات الروسية طال أكثر من خمسين وسيلة من بينها قنوات صحفيين مستقلين روس وقنوات روسية ذائعة الصيت بالموازأة مع ذلك دخلت هيئات الرقبة في صراع حد مع وسائل الإعلام الغربية ومنصات التواصل الاجتماعي متهمة نياها بانتهاك المعايير الأساسية للصحفة ويبدو أن الغرب لا يبالي فمنطقه معروف الغاية تبرر الوسيلة وعندما تبدأ المصالح تختفي الأخلاقيات شدد الأمين العام الأممي المتحدة أنتونيو جوتراش من العاصمة نيجرية نيامي على ضرورة أن يستثمر المجتمع الدولي لمساعدة الجيش النيجري لمحاربة الإرهاب على حد وصفه جوتراش وفي إطار الجولة التي قادته إلى بعض دول الأفريقية جدد تأكيده على أن السلام والاستقرار والازدهار في النيجر ومنطقة السحر الأفريقي لا يزال يمثل أولوية مطلقة للأمم المتحدة اليوم أعتقد أنه بالنظر إلى الأداء الرائع لجيش النيجر يجب على المجتمع الدولي أن يستثمر بالكامل في بناء قدرات جيش النيجر من الناحية المالية ومن جانب المعدات والتدريب يمكنك الاعتماد عليه سيد الرئيس لإصال هذا النداء أعلن المجلس العسكري في مالي الأثنين حله للاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا وشركائها الأوروبيين منتقداً الهجمات الصارخة من جانب القوات الفرنسية الموجودة في البلاد على السيادة الوطنية والانتهاكات المتعددة للمجال الجوي المالية وتشكل هذه الخطوة تطوراً جديداً لتدهور العلاقات بين السلطات المالية وفرنسا التي تقول باماكو إن باريس تعمد إلى فرض موقفها الأخادي دون أي تشاور أو إشراك للجانب المالي المالي المتحدث باسم المجلس العسكري قال أيضاً إن واحداً من أسباب حل الاتفاقيات مماطلة الفرنسيين في مراجعة معاهدة الدفاع المشترك مع مالي لحظت حكومة جمهورية مالي بأسف تدهور العميق في تعاون العسكري مع فرنسا فضلاً عن الهجمات الصارخة على السيادة الوطنية لمالي في ضوء هذه النواقص الخاطرة قررت حكومة جمهورية مالي التنديد بمعاهدة التعاون الدفاعي المؤرخة في السادس عشر يوليو 2014 والتنديد فوراً باتفاقية السابع والثامن مارس 2013 التي تحدد وضع المفارزة الفرنسية المطبقة على قوة برخان والبروتوكول الإضافي بتاريخ العاشر مارس 2020 المحدد وضع مفارزة غير فرنسية من قوة تاكوبا أرجاء المجلس العسكري الحاكم في تشاد حوار المصالحة بين الجيش المعارضة الذي كان مقرراً أن يبدأ في العشر من الشهر الجارية إلى موعد لاحق وفق ما أعلنت الحكومة استناداً لطلب الوسيط القطرية وجاء في بيان لوزارة الخارجية التشادية أن جامينا أعطت موافقتها على إرجاء هذا الحوار الذي يفترض أن يفضي إلى انتخابات حرة وديمقراطية دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الأحزاب السياسية والإجانة المقاومة إلى التسامي فوق الخلافات والتوحد من أجل مصالح الوطن وقال البرهان في خطاب لشعب السوداني بمناسبة عيد الفطر المبارك إنه يعمل منذ اندلاع الثورة من أجل تحقيق آمالي وطموحات الشعب وبناء الدولة حسب تعبيره نافياً كل الاتهامات الموجهة إليها بتنفيذ انقلاب عسكري على حد قوله متعاهداً في السياق بتسليم السلطة للمدنيين عبر انتخابات وتوافق وطنية خطانا تعسرت وأحلامنا تبعسرت وصفوفنا تباعدت بفعل بعضنا حيث تغلبت المصالح الحزبية والجهوية والشخصية على مصالح الوطن وأصبحنا في حالة من التجاذب والتنافر وعدم قبول الآخر انعكس ذلك سلباً على مجمل الأوضاع في البلاد سياسياً واجتماعياً واقتصادياً مما عرض مستقبلها للمخاطر المختلفة وهذا يجب على الجميع ضرورة تحدث الصف الوطني لمجابعة هذه المخاطر واجتيازها بأمان ومن هذا المنطلق ويدد الدعوة لكافة المكونات المجتمعية والأحزاب السياسية ولجان المغاومة وشباب السورة بأن تساموا وتوحدوا وترفعوا فوق الخلافات ضعوا الوطن وشعبه موطن التقديس من أجل التوصل إلى صياق وحلول عملية ترائي مصالح الدولة وشعبها أولاً وتضمض الجراح وتداوي مكامل النزاعات والصراعات وتعمل على تقديم مصلحة السودان على مصالح الجميع انتقدت منظمة العفو الدولية قمع الحريات وواقع حقوق الإنسان في المغرب وفي هذا أو يأتي هذا في أعقاب القرار الذي اتخذته محكمة دار البيضاء في حق نشط صعيد العالمي القاضي بسجنها بتهمة تدوينات لها على الفيسبوك وهو ما اعتبرته المنظمة تقييداً لحرية التعبير والرأي ما دفعها إلى مضاربة المغرب لإفراج عنها وإسقاط الملاحقة ضدها تصدرت القضية الصحراوية حدث افتتاح طبعت المنتدى الاجتماعي العالمي الذي تحتضنه العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي إلى غاية السادس من الشهر الجرية الحدث العالمي الشهد مظاهرة حاشدة للمشاركين من مختلف بلدان العالم وممثلين هذه المنظمات والهيئة الأعضاء بالهيئة جابت الشوارع الرئيسية للعاصمة المكسيكية وردد ممثل جمهورية الصحراء الغربية شعارات تطالب بجلاء الاحتلال المغربي وانهاء معاناة الشعب الصحراوي عبر تطبيق العدالة الدولية ومواثيقها وحماية الصحراويين العزل بالأراضي المختلة ووضع حد نهائي للنهب المغربي الممنهج لثروات الطبيعية الصحراوية بتواطئ دولي فاضح ضد الشرعية تعرض كبار مسؤولي الحكومة الإسبانية إلى عملية جوسسة من خلال وصول مجهولين لبيانات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشاز ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس باستعمال برنامج بيغاسوس يحدث ذلك في وقت تطالب منظمات حقوق الإنسان تشكيل لجنة لتحري حول البرنامج الذي تستخدمه المغرب للتجسس على الشخصيات والذي قد تكون إسبانيا وحدة من ضحياه برنامج بيغاسوس للجوسسة يضيف لقائمته ضحية جديدة المملكة الإسبانية تقريران من المركز الوطني للتشفير يؤكدان تسجيل اقتحامين لهاتفي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشاز ووزيرة دفاعه مارغاريتا روبلس سمح باستخراج حجم محدد من البيانات وفقا لوزير الرئاسة الإسبانية كان هناك اقتحاما للهاتف المحمول للرئيس في مايو 2021 والتنصت على الهاتف المحمول لوزير الدفاع في يونيو من ذات العام لا يوجد دليل على أي اقتحام بعد هذه التواريخ تم العثور على التنصت غير القانون على هذه الهواتف خلال عملية تدخيق لا تزال جارية وسيؤثر على جميع أعضاء الحكومة وقائع تصفها الحكومة الإسبانية بالخطيرة المنافية للديمقراطية ما حتى معرضها على المحاكم لمعرفة المتسببين في الواقع أدى كلاهما إلى استخراج قدر معين من البيانات على الهاتفين المحمولين لقد عرضنا الأمر على المحاكم من خلال شكوة ما رفعوا هذا الصباح وهي الهيئة القضائية المختصة وبالتالي نأمل أن يكون هناك تحقيق حتى تتمكن العدالة من توضيح الحقائق وأننا سنتمكن من معرفة كل ما يمكن أن يحدث عدم الطلاع جهة محددة في واقعة التجسس لا يغلق الباب أمام أصحاب السوابق حسب المتتبعين لمصاري بيغاسيوس فليس ببعيد هيومن رايس ووتش تتهم المخزن بالتجسس على هاتفي الناشطة الصحراوية أمينة حيدر وحدوها حذت صحيفة لومونت الفرنسية التي تحدثت عن استهداف هاتف الرئيس ماكرون لعملية مراقبة لصالح المغرب وهو ما قد يحدث مع وزيرة الدفاع الإسبانية المنوئة للنظام المغربي والمدافعة بشرصة في خراجاتها على إسبانية مدينتي سبتة وامليليا ما قد يعزز احتمالية تورط المخزن في الوصول إلى معطيات أهاتف وزيرة الدفاع الإسبانية المبدية دوما استياءها من سياسة الرباطة تهام استعمال النظام المغربي لبرلمج بيغاسيوس تؤكدها منظمات حقوق الإنسان والإعلاميين المغاربة التي طالبت مؤخرا من رؤساء غرفتي برلمان المملكة تسكيل لجنة للتحري حول البرنامج الذي تستخدمه المغرب للتجسس على الشخصيات العمومية المحلية والأجنبية بما في ذلك رؤساء الدول فهل للمخزن يد في الوصول لبيانات سانشيز ووزيرة دفاعه ببرنامج بيغاسيوس الصهيوني ختم نشرة منتصفية الليل نشكركم مشاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر